السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات إذن هذا هو الإعلان ديال مباراة ديال توضيف ديال أطور الأكاديميات وأطور الدعم التربوي الاجتماعي والإذاري يعني هذا الإعلان ديالات السنة يعني فيه واحد مجموعة من تغييرات هما اللي غادي نشرحه يعني في هذا الفيديو بالنسبة يعني الترشح في المديرية أو الأكاديمية يعني كي يبقى نفس اللي كان في هاته السنة واتلذزه هنا يقلك يتم المصادقة على طلب الترشح عن طريق نفس البوابة الإلكترونية من خلال يعني أنه غادي تشجل في البوابة انطلاقا من نهار 20 نوانبير حتى الربعة دو جنبير يعني هذه المدة اللي غادي تدير طلب ديال الترشح في البوابة ثم هنا عندنا يعني قليك واحد طلب اللي تيقبلو يعني ما يمكنش أنك ترشح في ملحة يعني في الأطور ديال الاجتماعي أو للتربوي وترشح في نفس الوقت في الابتدائي يعني إلا ترشح فيهم بجوج واحد فيهم غادي تحيي اللي كان عندك الحق ترشح فقط في واحد واحد طلب لي غادي يقبلو لي ثم عندنا هنا يعني الشورط وهنا فين كين صراحة واحد الطغير هنا يقلك أن يكونوا يعني حاملين الجنسية المغربية هذه كانت تكون في السنوات الماضية ثم أن لا يتجاوز عمرهم 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة يعني ما خصش تكون عندك 30 سنة ما خصش تكون فيه 30 سنة في التاريخ ديل الإجراء المباراة يعني في الشهر الجاي ما خصش تكون عندك 30 سنة يعني اللي عنده من هنا يعني يعني الدجنبير اللي عنده 30 سنة ما خصش يكون عنده الحق أنه يدوز لمباراة يعني وهذا تكون واحد العدد يعني كبير ديل الإخوان والأخوات يعني اللي كيكونوا كيستعدوا كتلقى عندهم السن أكثر من 30 سنة هذا واحد الشرط يعني صراحة قاسح ثم عندنا هنا يا حقوق الوطنية المدنية هذه كتكون عادية ثم عندنا يا أن يكونوا مستوفي لي شروط القدرة البدنية أها ثم عندنا هنا واحد شرط يعني هنا يا شارولي عوتاني يعني ما خصش تكون عندك يعني علاقة مع شي مدرسة خصوصية يعني ما تكونش كتقرر في البريفي أو لا ما تكونش عند كونترا مع شي شاركة لأنه إلا إلا ترشحتي ونجحتي ودفعوا هذوك هذوك مثلا عندك الكونترا اللي عندك معاهم يعني هنا يا هذو هوا مدروا هالشروط يعني عندهم الحق باشي باشي يقصيوك لأنها كينانا فهذا الشروط العامة ثم ندوزو دابل هنا يعني ركيني واحد مجموعة من التغييرات اللي غدي نشير لها في هذا الفيديو هنا بالنسبة يعني المطار الشيحي اللي توضيف الأساس إذا أطول الأكاديمية يعني هنا بالنسبة خاصة تكون عندك الشاهدة الإجازة يعني في المسارك ديل التربية والتكوين أو لا الإجازة الأساسية أو لا الإجازة المهانية بحال بحال ممكن ترشح الإبتدائي ثم بالنسبة للشاهدات اللي مطلوبين في ملحق الاقتصاد والإدارة يعني يخصي تكون عندك شاهدة الإجازة في التخصوصات القانونية أو لا الاقتصادية أو التدبيرية أو ما يعادلها ثم بالنسبة للملحقين التربويين يعني تكون عندك شاهدة الإجازة الأساسية أو لا الإجازة المهانية في مجال الفيزياء أو الكيميا أو علوم الحياة والأرض أو ما يعادلهما يعني يخصي تكون عندك إلا بتيت ترشح للأطور التربويين يعني يخصي تكون عندك الإجازة سواء يعني الإجازة الأساسية أو لا المهانية في المجال يعني إلا كانت عندك مهانية غيرتكون عندك أما في الفيزيك أو الكيميا أو علوم الحياة والأرض ثم بالنسبة يعني التخصوص لحراسة التربوية والتوتيق ستكون تشاهدة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهانية في جميع التخصوصات أو ما يعادلهم ثم أخيرا بالنسبة يعني المترشح المبارد دي الملحقين الاجتماعيين يخصي تكون عندك ديبلوم من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة يعني يكون عندك هذا الديبلوم أو لا تكون عندك شهادة الإجازة الأساسية أو لا الإجازة المهانية في مجال الفلسفة أو لا علم النفس أو لا علم الاجتماعي يعني تقريبا نفس الشروط اللي كانوا فهد في السنة الماضية ثم هنا بالنسبة لهنا عندنا شروط خاصة بالنسبة لتدريس بالتعليم الإبتدائي التعليم التانوي عفوا ما يمكنش الترشح بشي إجازة اللي ماشي في نفس في نفس يعني التخصوص ديلك بما معنى عندك مثلا يلا هنا في الأخير هنا زادوا بالنسبة يلا الناس اللي عندهم مثلا الليسونز دي الفيزيك ممكن يتفعل المات وبالنسبة للناس اللي عندهم يعني الإيكونومي ممكن يتفعل الفرنسية وكي نواهد الحالة اللي هو يعني التربية البدنية أي إجازة كي قبلوها يعني أي تخصوص غير ذلك يعني خاص يكون عندك الإجازة ديال التخصوص اللي بغيتي تتفعله هذه الخلاصة يعني ديال هنا ثم بالنسبة يعني الملف الترشح يعني هاد الملف يعني رغادي يتفعله إلكترونيا يعني يتكبون من وصل السجيل من الوتائق التالية يعني يكون عندك وصل ديال السجيل الإلكتروني مستخرج من بوابة الخاصة في المباراة نسخة من شهادات الإجازة المعترف بها يعني الإجازة تكون ميغاليزية ثم عندنا البطاقة الوطنية ثم هذه واحدة الرسالة تحفيزية يعني غادي تزيدها يعني بحال اللي هتنقوله غادي تدليهم بحال اللي مبريرات علاش انت مثلا بغيتي تدفع المهنة ديال التعليم أو للتدريس علاش يعني غادي تكون غادي يكون يعني شي نموذج وغادي يعمروا عليه الإخوان والأخوات ثم عندنا ولكن هنا يخصى تكون يدويا يعني ما غاديش تأم بريميها غادي تكون وغادي تحاول تكتبها أنت بيدك هنا بالنسبة للثلاثة يعني إذاع ملفات الترشيح هنا يقلك في إطار توظيف تكنولوجية المعلوميات وتفسير المساطر وإعتماد الخدمات وإذاع الملفات سيتموا بشكل يمكنه تقليص تبديل الوثائق ورقيا يعني هنا الوثائق اللي غادي تدفعهم يعني في هذه البوابة غادي تسكانيهم يعني غادي يكون هنا السكان يعني الماسيح الضوئي وغادي تديرهم PDF في الموقع ولكن لادة اللي غادي تكون وذلك ابتداء من يوم 20 نوانبير إلى غاية الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 4 دجانبير هذا هو التاريخ اللي غادي تدفع فيه اللي غادي تسكاني هذه الوراق وغادي تديرهم في هذه السيطة اللي عادي نقوم هنا ثم كين هنا يا غادي تكون دراسة يعني دي المراقبة يعني الترشيحات ثم هادي النقطة يعني الأخرى يعني اللي غادي تكون يعني عندنا نية الانتقاء الأولي قليل تخضعوا ملفات ترشيح للانتقاء الأولي من طرف لجنة المباراة المحددة لهذا الغرض يعني كل أكاديمية ولا كل مديرية يعني غادي يكونوا فيها يعني واحد اللي جن اللي غادي يديروا يعني هاد الملفات غادي يخضعوهم يعني يتريتيوهم قليل يتم الانتقاء الأول للمترشيحين باعتماد معايير محادة قابلة لاحتساب يعني هنا يا غادي تدخل النقطة ديال موباء الإجازة ديال الباك يعني غاي شوفوا بشحل باش شديتي الباك ثم الميزة باش شديتي الإجازة ثم عادة السنوات فاش حصلت على الإجازة وذلك قليل كويف قال لشبكة تعدوا لهذا الغرض يعني غادي يكون الانتقاء بهذا المعنى يعني غادي يكونوا غادي يشوفوا شحال باش جبتي الباك شحال باش جبتي الإجازة وشحال مثلا واجبتي الإجازة في ثلاث سنين واجبتيها في ربعة سنين واجبتيها في خمس سنين إلى آخرة هاد الشرط شكولك يستثنى منه فقط يستثنى من الخضوع لعملية الانتقاء الأولي حاملوا الإجازة في التربية وخرجوا المسالك الجامعية للتربية يعني هادو هم جوج ديال الفئات اللي ما غادش يخضعوا لهذا الانتقاء يعني هادو مباشرة غادي يكون عندهم الحق يدوزو أما باقي الفئات يعني غادي يتخضع لهذا الانتقاء الأولي يعني غادي يشوفوا شحال باش جبتي الباك شحال الميزة شحال باش جبتي يعني الميزة ديالك في الإجازة ثم شحال ديال السنوات فجبتي هاد الإجازة واجبتها في تلتسين وارتسين وارتسين هم غادي يكون عندهم يعني ذاك الشي اللي مكتوب هنا في الإعلان يعني غادي يكون واحد شبكة غادي يعمروها وغادي يترتيو بها يعني هاد الإخوة اللي غايت ترشحوا الأخوات ثم يعني عندنا استداء المترشيحين يعني غادي تم الناشر ديال يعني الأسماء ديالك اللي تم انتقاؤهم لإجتياز الإختبارات الكتابية يعني بحل السنوات الماضية بالموقع الإلكتروني الأكاديمية والمديرية الإقليمية الواقعة في مجالها الترابي يعني كل إكاديمية غادي خرج اللوائح وكل مديريا غادي خرج يعني اللوائح ديالها يعني غادي خرجوا اللوائح وغادي يقولوا للناس فين غادي يدوزوا بالنسبة لهنا ثم بقى هنا الوقت ومعاملات بالنسبة للتعليم الإبتدائي يعني ما غادش يكون علوم التربية ما كيناش هنا يا ثم ما عندناش واحد الحاجة اخرى اللي هي هنا يدير المدة الانجاز يعني غدي اعطيوك اللغة العربية والفرنسية والعلوم الرياضية يعني ذاك شي بحال نقوله ذاك شي لكيت تقرف الابتدائي والاعدادي هنا اختبار في المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي غدي اعطيوك يعني غالما عارف غدي تكون المعامل ديالها ثلاثة يعني غدي كل المدة ديال الانجاز ديالها ثلاثة تسويع يعني في الغالب غدي اعطيوك هدي اعطيوهم لك بثلاثة كل واحدة فيها ساعة ثم الاختبار الثاني اختبار في ديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي ثم غاي اعطيوك الديداكتيك في ساعتاي وغدي تكون فيه المعامل دياله واحد يعني الندبة الكتابي هنا يا المعامل دياله اربعة يعني هذا واحد الاختلاف اللي ما كانش في السنوات الماضية غانجيو الهنايا بالنسبة للشفاوي هنايا بالنسبة لاختبارات الشفاوية هتكون عندنا نهايا لأساسي دي جميع التخصصات عندنا نهايا مناقشة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة مهن التدريس اش غادي يكون هنايا غادي تكون ثلاثين دقيقة ولكن المعامل غادي يكون ثلاثة يعني الكتابي فيه ربعة المعامل ربعة والشفاوي فيه ثلاثة يعني ماشي بحال السنوات اللي دازو السنوات اللي دازو تقريبا كتكون الكتابي تقريبا خمسة وسبعين في المية واحد شارين إلى خمسة وعشرين في المية حتى ثلاثين في المية كتكون ديال الشفاوي هذا تقريب هات السنة لا غادي يكون حتى الشفاوي غادي يكون عنده أهمية يعني لأنه هنا يا عندك ربعة وهنا ثلاثة أرى مقاربين يعني النسب ديالهم مقارب الكتابي عندك ربعة على سبعة والشفاوي ثلاثة على سبعة وهذا أيضا واحد تغيير اللي يوقع مقارنة بالسنوات الماضية يعني هذا هو يعني النقط اللي بنت لي فيهم الاختلاف أولا الأشياء اللي بنت لي مختلفة مقارنة بالسنوات الماضية واللي ما فهمش شي حاجة يحاول يطرح لي يعني الأسئلة هنا في في التعالق وأنا إن شاء الله غادي نحاول نجاوبه وإلا كان شي مستجد أو ليش عاجة غادي نحاول نوضعه في القناة إن شاء الله وبالتوفق للجميع وبقية نقطة أخرى نشير لها يعني الإخوان يعني اللي اللي تسجلسة فيهم شي بعد يعني هذا يعني دك شليك يدور في الفيسبوك وهذا يمشي يركز على يعني على المراجعة ديالو ومن اللي يتوصل الوقت ديال المصادقي صادق يقدر مسائل ديالو ويتوكل على الله واللي فيها الخير الله يوفق ربي غادي يجيبه اللهم ما يستير موسيقى موسيقى موسيقى